اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إم تعمل تلقيح صناعي والفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وإيه يفضل وإيه ما يفضلش إيه اختيار العملية دي ليه والعملية دي ليه إمتى أعمل منظر الرحم قبل عملية الحقن المجهري ولا ما أعملهاش ومنظر البطن بحتاجه إمتى كل ده إن شاء الله يبقى معنا أسباب تأخر الإنجاب كاملة الأسباب المتعلقة بالزوج والأسباب المتعلقة بالزوجة الأسباب المتعلقة بالعلاقة الزوجية بينهم العلاقة الجنسية إمتى وإمتى المعاد السليم وإيه الأسباب اللي ممكن تسبب تأخر الإنجاب في العلاقة بين الزوجين الأسباب الأخرانية خالص اللي هو عشرة في المية بيقول الأسباب أسباب تأخر الإنجاب الغير مفسر الأسباب إيه هي بطانة رحمة المهجرة إحنا بنكلم كده إجمالا وليس تفصيلا بطانة رحمة المهجرة إحنا كل كلمة بنقولها دي هتبقى حلقة معينة إن شاء الله نغطي تأخر الإنجاب بالأطفال الأنابيب بالحقن المجهري في أربع خمس حلقات إن شاء الله للقادمين بعديهم إن شاء الله هنخش فيما يجذب الانتباه وهو النسف أثناء الثلاثة أشهر الأولى من الحمل وهو أسبابه وطبعا لكل اللي بيتفرج علي تكرار الإجهاد أو الإجهاد المتكرر دي هيتعمل له حلقة كاملة لوحده وممكن ما تقضوش حلقة ممكن بوحلقتين الإجهاد المتكرر وما فيه من أسباب وإمتى وليه وعشان إيه وإيه التحاليل اللي نعملها وكل حاجة بعد كده هنعمل سلسلة من الأورام اللي فيها وبعد كده تأخر الدورة عند البنات أو النسف عندها السيدات وآخر حاجة إن شاء الله إن شاء الله هتبقى أربع خمس حلقات العلاقات الزوجية والجنسية وكيفية الذهاب للطبيب المتخصص لعمل الفحصات وآخذ المعلومات الطبية عن العلاقة الزوجية بين الزوجين نبدأ إن شاء الله على برقة الله سبحانه وتعالى هنبتدي بالمجموعة الأولانية النهاردة هنبتدي نعمل الفرشة بتاعتها بحيث إن الحلقة الجاية أنا عايز كل الرجالة وكل السيدات اللي عندهم تأخر الإنجاب يبقوا محضرين معايا الإسبوع الجاي تحليل السائل المنوي للزوج المرة الجاية والحلقة القادمة إن شاء الله هتبقى عن الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب للزوج نبتدي بقى على بركة الله تعالى يعني إيه تأخر إنجاب ييجي زوج وزوجة عندنا تأخر إنجاب يا دكتور يعني إيه تأخر إنجاب تأخر إنجاب يعني زوجين حدث بينهم علاقة زوجية منتظمة لمدة سنة على الأقل في بعض التعريف بتقول ستة شهور وبعض التعريف بتوصل لسنتين طبعا إحنا في مصر وفي البلاد الشرقية ويعني وبلاد العرب بيبقى الصبر على الزوجين أضعف شوي يعني في خلال شهرين ثلاثة لا إيه الحق ده ما حصلش حامل إيه الحق ده ماما بتقول لا ده حامتي بتقول لازم لازم فيعني إحنا بنحاول نضغط على كل الأهالي وبنوصل حتى المعلومة للأهالي الكبر سيبوا الزوجين على الأقل من ثلاثة لستة شهور من العلاقة الزوجية المنتظمة علاقة زوجية منتظمة يعني إيه يا دكتور علاقة زوجية منتظمة يعني ما يبقاش الزوج جي قعد مع زوجته أو تزوجه لمدة شهرين وسافر ورجع لها تاني بعد ستة شهور أو سنة يبقى إحنا كلا بجوزين بقالنا سنة ونصف فعليا أو حضرتك متزوجة بقالكم سنة ولكن لم يحدث علاقة زوجية منتظمة طيب يعني إيه يا دكتور علاقة زوجية منتظمة يعني على الأقل أسبوعيا ثلاث مرات أسبوعيا وفي فترة التبويض يعني حتى الزوجين اللي لا يستطيعون القيام بالثلاث مرات أسبوعيا يبقى أثناء فترة التبويض بنلجأ للطبيب المتخصص أو الطبيبة المتخصصة ويقولك إمتى فترة التبويض اللي يجب التركيز فيها في العلاقة زوجية طيب تأخر الإنجاب ده عبارة عن تأخر إنجاب أولي وتأخر إنجاب ثانوي يعني إيه برضو يا دكتور يعني إيه برضو يا دكتور تأخر إنجاب أولي يعني زوجين لم يسبق لهم الحملة من قبل لسه عرسان جداد تزوجوا مع بعض من العلاقة الزوجية المنتظمة من 6 شهور لسنة علاقة زوجية منتظمة ولم يحدث حمل تقول زوجين لم يحدث طيب لا في تأخر إنجاب ثانوي يعني إيه ثانوي يا دكتور يعني زوجين حدث لهم حمل سواء هذا الحمل انتهى بحمل كامل يعني عندهم طفل أو حدث حمل إجهاض أو حمل حويصلي أو حمل خلج الرحم كل ده إحنا تحت إطار ما يسمى حمل يعني إيه يا دكتور يعني ما تجيلي واحدة عشان كده إحنا بنأكد دايما في التاريخ المرضي للسيدة في التاريخ المرضي للسيدة حدث حمل قبل كده لابا أنا باخد التاريخ المرضي أقول لها حدث حمل قبل كده عندك أطفال تقول لي لأ فبأكد يعني ما حصلش إجهاض ما حصلش حمل خارج الرحم ما حصلش حمل حويصلي لأنه طبعا في بعض السيدات بيعتبر دول مش حمل لا هو ده حمل ولكن لم يكتمل للتسعة أشهر بحيث أن أنا يبقى عندي طفل موجود فلازم نأكد ثانيا بيجي الجزئية التانية في بعض السيدات بتعتبر تأخر الدورة أو بعض الأطباء بيقول لها تأخر الدورة ده كان حمل طيب حضرك عملت اختبار حمل لا طيب حضرك عملت صنور طلع كيس الحمل موجود لا بس أصل الدكتور أو الدكتورة كان قالولي أن ده حمل لا فطبعا ده بيفرق كتير معنا في التشقيص لأن حضرتك لو أنا شخصت أن كان في حمل سابق فحضرتك كده تأخر إنجاب سنوي وده بيفرق ده معناها أن المبايدة عند حضرك سليمة اللي أنا بيبسلكة أنا بيبتدي أشوف بقى أسباب تأخر الإنجاب السنوي طيب إحنا زي ما إحنا بنقول إحنا عايزين نترك الزوجين من 6 شهور لسنة طيب إحنا لما نيجي نشوف الدراسات بتقول إن بعد ما يعدي سنة 90% من الزوجين من الأزواج اللي علاقتهم الزوجية منتظمة سوف يحدث لهم حمل إحنا متخيرين يعني إحنا لو هدينا وصبرنا 90% من الأزواج هيحصل لهم حمل ومش هنحتاج أي حاجة طيب قلنا فيه تأخر يبقى إحنا عرفنا دلوقتي تأخر الإنجاب يعني إيه تأخر إنجاب وما بقاش فيه حاجة اسمها عقم عقم دي بيبقى تشخيص دلوقتي يكاد يكون منتهي عرفنا تأخر إنجاب تأخر إنجاب أولي وتأخر إنجاب ثانوي طب الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب يعني إيه يا دكتور يعني الأسباب اللي هي متعلقة بتأخر الإنجاب الأسباب السيدة مسؤولة عن 40% من الأسباب المتعلقة بتأخر الإنجاب الزوج مسؤول عن 30% ودي نسبة كبيرة جدا عشان كده إحنا دايما في المجتمعات الشرقية عندنا نتهم المرأة لا الزوج مسؤول عن 30% من الأسباب يعني إيه يعني الزوج ده عامل مهم جدا أنا لما تيجي الزوج والزوجة أنا دايما أقولهم طب شوفنا يا دكتور الأول طب لا إنجاب عبارة عن دايما بفاهم من الناس إنه هو عبارة عن قضيبي قطر قطار قضيبي قطار القطر هل ينفع يمشي على قضيب واحد لا فهو الحمل عبارة عن زوج وزوجة لازم وخصوصا إن علاج الزوج بياخد من على الأقل 3 شهر ليه يا دكتور عشان السؤال ده بنتسئله كتير ليه طب يشمعنا ما أخدش العلاج أسبوع أسبوعين لأن تكوين فترة تكوين الحيوانات المنوية داخل الخصية من بدايتها يعني السائل المنوي اللي حظيك بيتنزله النهاردة بالحيوانات المنوية اللي فيه دي دخلت في الصنع من 72 يوم مراحلها عدت ومشينا فيها بخلال 72 يوم يعني شهرين ونص إحنا بنقول 13 شهر العلاج بحيث إن إحنا نحسن السائل المنوي يبقى إحنا قلنا 40% من الأسباب متعلقة بالزوجة 30% متعلقة بالزوج 10% أو 20% متعلقة بالعلاقة الزوجية بينهم و10% تندرج تحت تأخر الإنجاب الغير مفصل الأسباب هنبتدي إحنا بقى إن شاء الله في الحلقات القادمة هنبتدي الحلقة القادمة هيبقى الأسباب المتعلقة بالزوج هناخدها واحدة واحدة عشان كده أنا أقول لأزواج المرة الجاية يحضروا لنا تحليل السائل المنوي عشان هنراجعوا واحدة واحدة مع بعضينا هفهمكم كل حاجة يعني إيه الفوليوم يعني إيه يعني إيه يعني إيه اللي زوجة يعني إيه الحركة السريعة المتخدمة يعني ايه النسبة المشاوهة كل ده ان شاء الله هنحكيه و ايه السبب في ده كله وبعديها ان شاء الله هناخد الاسباب المتعلقة بالزوجة طبعا بقى الزوجة انا لما بيجيلي الزوجين بنبتدي نحل الفصدورة مع بعضين تأخر الانجاب ده عبارة عن فصدورة حلوة قوي اه طبعا يعني الى حد ما مؤلمة بالنسبة للقصادة بس انت عشان تكتشف وربنا يجعلك سبب في ان انت تاخد بايدين الازواج دي وان هما ينتقلوا من تأخر انجاب اللي عندهم بيبي دي بتبقى الدنيا وما فيها تأخر الانجاب بالنسبة للسيدات طبعا احنا هناخدوا بالتفصيل واحدة واحدة ولكن دي اسبابها كتير جدا لما بيجي الزوجين اول حاجة اول حاجة قبل ما بتكلم مع السيدة عايز تحليل سائل منوي للزوج حتى الزوج والزوجة بيستغربوا يا دكتور طبعا انا مش هتكشف عليها لا انا هكشف على حضرتك بس الزوج كل حاجة بتظهر لي وكل الاسباب بتظهر في تحليل السائل المنوي عكس تماما الزوجة يعني ايه يا دكتور الزوجة الجهاز التنسولي للزوجة بيتكون من خمس حاجات يعني تخيلوا انا كالطبيب امراض نسا وتوليد لازم ابحث عن كل سبب من هذه الاسباب الخامسة طبعا دلوقتي الدكتر احنا كله بيجري هبا لا اعمل اه 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 لا حقن مجهاري لا 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 في كل حاجة من الاعضاء التنسولية سواء المهبل سواء عنق الرحم سواء الرحم سواء الانبيب سواء المبايد وفي بعض دراسات بتزيد الغشاء البريطوني والتجويف البريطوني داخل الجسم تخيلوا ان كل حاجة من دول لها اسبابها وليها فحوصاتها اللي هنعملها يعني كل حاجة لها اسبابها وكل حاجة لها فحوصاتها هنبتدي هنلاقي ان تأخر الانجاب عشان كده احنا بنقول لازم نشوف تأخر الانجاب ده اولي ولا سانوي ولو سانوي هذه الزوجة كتولد المرة الاولانية طبيعي ولا قيصري لان ده كل ده بيفرق لو تأخر انجاب اولي انا ودين المبايد بدور على التبويض عند هذه السيدة اعمل التحاليل المتعلقة بالتبويض هل سيدة دي الدورة منتظمة بتجيلها كل قد ايه الدورة مخزون المبيض قد ايه وظيف المبيض الـ FSH والله والـ E2 وهذه التحاليل بنعملها في اليوم من اليوم التاني لليوم السابع او السادس للدورة المنتظمة كل دي بيدين انطباع عن هذه السيدة تأخر الانجاب عندها بسبب الاوفري اللي هو المبيض ولا تأخر الانجاب ثانوي اول ما يقول لي تأخر الانجاب ثانوي احنا عندنا بيبي طب انا بدور البيبي ده وان انت يقول حضيك ولا ده طبيعي ولا قيصري لو كان مولود طبيعي يبقى انا بابتدي اهدى كده واشوف ابتدي افكر تاني في المبيض طب لا ده مولود قيصري لا بابتدي اديني الانبيب عشان كده دايما السيدة اللي ما بتبقى والدة قيصرية او اتنين او تلاتة بنبتدي طبعا نعمل الاندوكشن او استثارة التبويض شهرين تلاتة ولكن يجب ان نبحث عن سبب اخر وهو ممكن يبقى السبب في الانبيب الانبيب حدث لها التصاق اثناء القيصرية طب نرجع ونقول تاني هل ده عيب دكتور هل عيب مستشفى هل عيب مريضة لا هي كلها عوامل على بعضيها يعني ممكن المريضة نفسها تبقى طبيعية هو نفس الطبيب عملت عنده القيصرية الاولانية وحملة تاني وتالي جينا نعمل تحمل المرة الرابعة نيجي نعمل نلاقي فيه التصاقات في الانبيب طب هو نفس الدكتور هو ولدك في نفس المستشفى وحضرك نفس المريضة يبقى فيه تغير مع تغير العوامل والظروف يبقى احنا كده قلنا لما هيبقى فيه تأخر انجاب هنبتدي نشوف هو اولي ولا ثانوي قلنا ان هو اولي هنشوف المضايد المضايد دي بقى حل بنبحث عن وظيفاتها عبارة عن وظيفة هرمونية بنبتدي نشوف مخزون المبيض الAMH وهو غير مرتبط بالدورة وهو غير مرتبط بالدورة انما الFSH والLH والE2 دول مرتبطين بالدورة بنحاول نعمل هرمون اللبن هو اللي هو هرمون الحليب بيسموه في الدولان العربية دوا بيبقى مرتبط بعدم انتظام الدورة ووجود التكايوسات تكايوسات المبايد دوا هنحكي عليه قصة كاملة وحلقة كاملة عن تكايوسات المبايد اللي هو البوليسيستيك أوفري سندروم دي عبارة عن حلقة كاملة ان شاء الله هنحكي عليها وازاي اشخصه وازاي اعالجه وازاي ابتدي امشي وهل تكايوس المبايد بيمنع الحمل عشان كلمة المنع والعطاء دي انا بكرها جدا في تأخر الانجاب المنع والعطاء ده بتعربنا يعني ما ينفعش نقول لعينة حضرتك مش هتحمله لا ما ينفعش حتى اللفظ اللي كنت لسه بقوله لا يعني هو فرص الحمل ضعيفة ولكن رزق ربنا طبعا سابق الموضوع يعني احنا ما نقدرش نعرف رزق ربنا عامله فين فاحنا هنبتدي نفحص كل حاجة وكل جزء الانبيب طب يا دكتور اعمل ايه لانبيب يا بتعمل لها من ظر البطن يا بتعمل لها طبعا الارخص الاشعب السبغة طبعا هنبتدي نفحص ونشوف الاشعب السبغة وابتدي اشرح حالك واجبلكوا افلام لها هل الاشعب السبغة دي منضرة ليا يا دكتور طب هل بتعمل حساسية طب هل معرفش ايه كل الاسئلة دي ان شاء الله هنجاوب عليها معاكم بالتفاصيل واحدة واحدة ان شاء الله في الحلقات القادمة تجويف الرحم هل هو تجويف الرحم دول وعنق الرحم والمهبل كل حاجة من دي لها اسبابها في تأخر الانجاب اللي هنتحدث عنها وهنتحدث عن فحصات تأخر الانجاب بالنسبة للزوج هندي اجمالا دلوقتي وليس تفصيلا التفصيل هيبقى في الحلقة القادمة ان شاء الله هل تأخر الانجاب بالنسبة للزوج سببه فشل في الخصية ولا فشل في الهرمونات ولا فشل في الغدة النخمية او ما قبل الغدة النخمية اللي هو الهايبوثالمس كل دي حاجات بتتحكم في وظيفة الخصية نبتدي نعمل هرمونات هنبتدي نعمل تحليل سائل منوي السائل المنوي ده بيندلك تحت ايه نعمله فين طب فترة عدم الجماع او عدم وانزال سائل منوي دي هتبقى الفترة دي كلها قد ايه هل 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 كل دور ان شاء الله هنغطيه والاسباب المسؤولة في الخصية دي هل ما قبل الخصية ولا ما بعد الخصية هل السائل المنوي طالع فيه حيوانات منوية ولا مش طالع فيه حيوانات منوية كل ده ان شاء الله هيبقى تفصيلا في الحلقة القادمة ان شاء الله الحلقة اللي بعديهم ان شاء الله بعد ما هنخلص تحليل السائل المنوي للزوج والاسباب المتعلقة بتأخلوا انجاب بالنسبة للزوج حلقة اللي بعديها حلقتين او تلاتة الاسباب المتعلقة بالنسبة للمرأة طيب هل نلجأ يا دكتور للحقن المجهري طيب الحقن المجهري ده هيبقى ليه أسبابه وإيه الفرق بين الحقن المجهري وأطفال الأنبيب والتلقيح الصناعي أولا حاجة تأصيلا في الأذهان عشان أعمل تلقيح صناعي أنا محتاج أربع حاجات عشان أعمل يعني كل اللي قدامي في الشاشة لازم يبقى عارفين حاضرتك عشان تعملي تلقيح صناعي محتاجة أربع حاجات محتاجة مبيض سليم محتاجة أنبوبة سليمة أو طبويض سليم يعني مبيض سليم يخرج بوايضات سليمة أنبوبة سليمة تجويف رحم سليم سائل منوي أو حيوانات منوية موجودة في السائل المنوي سليمة طيب لو في حاجة من الأربع دول اختلت يعني ايه يا دكتور يعني أنا تحليل في سائل المنوي الراجل ما عندوش وما بأخرى عرفش ياخد غير عينة مخصية يبقى هنلجأ للحقن المجهري طيب الأنبيب مسدودة يبقى هنلجأ للحقن المجهري طيب الرحم فيه عيب أو فيه حاجز رحمي يبقى لازم أعمله الأول قبل ما أعمل التلقيح الصناعي أو قبل ما أعمل حقن المجهري أو قبل ما يحدث ولادة أو حمل طبيعي طيب لجأنا ده التلقيح الصناعي محتاجين الأربعة دول اختلت حاجة من الأربعة زي ما احنا قلنا سواء نبيب مسدودة أو تحليل سائل المنوي يعني لا أخذه أو لا يأتي به إلا بالعينة يبقى هنعمل حقن مجهري طيب إيه الفرق من الحقن المجهري مجهري وبرضه إجمالا وليس تفصيلا كل الكلام ده هنقوله بالتفاصيل في الحلقات المقبلة أنا بديكم إجمال كده إحنا إيه اللي بيحصل إجمالا إيه اللي بيحصل إيه الفرق بين الحقن المجهري وال الحقن المجهري وأطفال الأنابيب اللي اتنين نفس التركيب ونفس الخطوات بنمشي بنعمل أو استثارة للتبويض كاملة بنبتدي ناخد وبنحيد الجسم بندي له الحقن اللي تحت الجلد كل اللي عمله حقن مجهري عارفين اللي أنا بقوله بندي الحقن تحت الجلد بحيث إن إحنا نحيد الجسم نفسه وابتدي أعمل استثارة للتبويض استثارة هائلة وخروج البويضات خارج جسم الأنسة المرحلة الأخرا نيها اللي بتفرق هل هو حقن تحت المجهر اسمه حقن مجهري يعني بحقن الحيوانات المنوية تحت المجهر ولا بجيب البويضات بجيب البويضات وحط عليها السائل المنوي السائل المنوي ده هو الذي يحدث أجنة والأجنة ببتدي أبعثها داخل رحم الأنسة سواء في اليوم الثالث أو في اليوم الخامس أو حسب ما يطرأى للطبيب هو ده الفرق بين الاتنين إمتى بلجأ لده وإمتى بلجأ لده في مصر كلنا بنعمل حقن مجهري بنسبة كبيرة جداً إنما هما في الدولة الأوروبية لأن ده under coverage of license يعني insurance قصدي يعني ده تحت مظلة التأمين فبيوفر شوية ما بيعمل الأطفال الأنويب وما بيعملش حقن مجهري لأن ده بيوفر بالنسبة له طبعاً لما يبقى تأمين صحي شامل على مستوى الدولة فبيوفر معهم تماماً إحنا في مصر هنا بنلجأ للحقن المجهري لأنه زي ما إحنا بنقول إحنا ما بنعملش محاولات كتير والعين عايز يحمل فهو ده اللي إحنا بنلجأ له إحنا كده قلنا إجمالاً وليس تفصيلاً كل اللي إحنا هنعمله أنا بنبه كل الرجالة والسيدات الإسبوع القادم إن شاء الله يجبولي تحليل السائل المنوي معاهم وكله يبتدي يسأل عن تحليل السائل المنوي بكل مقييسه وكل حاجته الحلقة قالوا لي خلصت خلاص إحنا في نهايتها الحمد لله رب العالمين نتعشى في وجه الله إن إحنا نبقى على وجه الدنيا يوم الأربع القادم إن شاء الله نلقاكم مع دكتور شادي محمد استشاري أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب وأطفال النبيب والحقن المجهري ومناظير البطن والرحم والتجميل النساء والطب الجنسي على وعد بلقاء إذا كان في العمر بقية الأربعاء القادم في الساعة الثانية والعشر والنصف على قناتكم المفضلة قناة الصحة والجميع شكرا